موسيقى مشاهدين الأفاضل متابعين الأكارمين ما كنتم أهلا مرحبا بكم في عدد جديد متجدد من حصة الأنيز ديني وكما جبرت عليه العادة حصتنا متنوعة بفقراتها بمستجداتها وأيضا مواضيعها المدرجة سوشال ميديا وأيضا ما يرسله لنا متابعون موضوع العدد هو عن فترة فارقة ومهمة في تاريخ الجزائر الحديث متعلق بأيام أو سنوات قبل اندلاع ثورة تحرير المجيدة سنتحدث عن الكثير من الحيثيات والحقائق التي سنتطرق إليها لكن قبل ذلك أترككم مع الزميل صالة فراش في المستجدات شكرا جزيلا زميلي محمد الأمين الأندلوسي مشاهدين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقدم لكم مستجدات الأنيستيلي من قناة الأنيس الفضائية أهلا بكم ونستهل مستجدات هذا العدد بمعرض الصحافة والبداية بجريدة الخبر التي اخترت لموضوع الاقتراع عنوانا بالبنط العريض رهان السلطة على تأييد الجزائريين الدستور الجديد وقالت إن مراكز الاقتراع تفتح أبوابها اليوم أمام 24 مليون ناخبا للأدلاء بأصواتهم في استفتاء عام حول مشروع تعديل الدستور الذي تقدم به الرئيس عبد المجيد تبون في إطار التعهدات التي أعلنها في برنامجه الرئاسي لإعادة بناء نظام جديد تفاصيل أكثر حول هذا الخبر تجدونها في الصفحة الثالثة وتقرؤون في الصفحة الرابعة عشر موضوع يتعلق بالدخول المدرسي في وسط الظروف الاستثنائية التي تسبب فيها وباء كوفيد 19 والتي ما زالت تسجل تذبذبا في حصيلة الإصابة اليومية والنقابات تدعو إلى عدم تكرار تجربة الابتدائيات مع الثانويات والإكمالية أخذ موضوع الاستفتاء على الدستور حصة الأسد بالصفحة الأولى من جريدة الشعب حيث عنوانت الموضوع الرئيسي بالاستفتاء على الدستور يتزامن وذكرى ثورة التحرير الشعب يقرر وقالت أنه أزيد من 24 مليون ناخب يدلئ اليوم بصوتهم في مشروع تعديل الدستور الذي يتزامن مع ذكرى اندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي وتجري العملية وفقا للإجراءات القانونية المحددة في الدستور والقانون العضوي المعدل والمتمم لنظام الانتخابات الخبر كاملا تجدونه في الصفحة الثالثة من جريدة الشعب وكتبت الشعب في افتتاحيتها أن الجمع بين أول نوفمبر وبين إعطاء الكلمة للجزائريين للفصل في مشروع المراجعة الدستورية هو جمع بين جزائر الانتصار وجزائر البداية الجديدة لاستكمال تجسيد المشروع الوطني لأنه مثل ما تمكنت نخبة نوفمبر في كسر الانسداد السياسي للحركة الوطنية فقد كسر الحراق الشعبي الانسداد السياسي للنخبة الحاكمة سابقا إلى صحيفة الشروق اليوم التي خصصت الصفحة الأولى كاملة لمواضيع تتعلق بالدستور الجديد وتعنون أكثر من 24 مليون ناخب مدعوون اليوم لصنديق الاقتراع كذلك استفتاء دستور روح نوفمبر تعود ثامن دستور للجزائر توسيع الحريات ودسترة المبادئ مشروع التعديل من الوعد إلى الاستفتاء وفي مقالات الرأي تجدون قانونيون ومحللون يتوقعون أن نسبة التصويت ستكون مفاجئة للمقاطعين كل هذه العنوين تجدونها في الصفحات الثالثة الرابعة الخامسة والصفحة الرابعة عشر وتقرؤون في الصفحة الثالثة من جريدة الحوار الدوان الوطني للحج والعمرة يشرع في التحضيرات لرحلات العمرة ويبقى موضوع الاستفتاء على الدستور جديد الحدث الرئيسي في أغلب الصحف الوطنية لتعنوين صحفة الحوار في نفس الصفحة الجزائريون على موعد مع الدستور بينما تقرؤون في الصفحة الثانية عشر والصفحة الثالثة عشر روبرتاجا لمحللين نفسانيين أئمة ومراقبين حول تفاقم ظاهرة الكريدي التي أصبحت شائعة في هذه الأيام كممارسة في مختلف الأسواق والمحلات بعدما كانت تقتصر فقط على بعض السلع الاستهلاكية البسيطة الروبرتاج تقرؤونه بعنوان الكريدي ظاهرة جزائرية بامتياز ضحف القدرة الشرائية وراء تفاقمها وتقرؤون أيضا في جريدة البلاد بالصفحة الثانية منها لجتيات طالب الحكومة بمراجعة قرار إلغائه نحو فتح ملف التقاعد دون شرط السن العمال الذين أنهوا 32 سنة خدمة لا يشكلون عبءا على الكناص وجاء في هذا المقال أن قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين فتحت ملف التقاعد دون شرط السن بعد أكثر من ثلاث سنوات من إلغاء هذا النظام وتطالب القيادة على لسان الأمين العام سليم الباتشا الحكومة بإعادة نظر في هذا القرار أكثر التفاصيل سجنها في الصفحة الثانية وتقرؤون أيضا في ذاتي الصفحة مقالا حول الثورة التحريرية النوفمبرية المجيدة بعنوان في الذكرى السادسة والستين لثورة الفاتح نوفمبر 1954 عندما أهان الجزائريون فرنسا المتجبرة ثورة مباركة كانت ثمرة الحركة الثورية منذ 1830 وفي الأخبار الوطنية إحياء للذكرى السادسة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة أشرف أمس السبت الفريق السعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنادي الوطني للجيش بابن مسوس على حفل وقيمه على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين هذا بحضور عدد من المسؤولين الساميين في الدولة وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني حرم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد عن زوجها في التصويت على مشروع تعديل الدستورة الجديد وأدت حرم رئيس الجمهورية السيد تبون الواجب الانتخابي في مدرسة أحمد عروة في بوشاوي بالعاصمة جددت اليوم صالح ولاية الجزائر العمل بالرخص الاستثنائي الممنوحة بتاريخ الخامس عشر من شهر مايو 2020 بعد قرار الوزارة الأولى القاضي بتمديد الحجر الصحي وأوضحت في بيان الله صباحة اليوم أن الرخص الاستثنائية الخاصة بتنقل الأشخاص التي تم إصدارها بعد تاريخ الخامس عشر من شهر مايو الماضي تبقى سارية المفعول وقد دعا والي العاصمة المواطنين إلى التحلي بمزيد من المسؤولية واليقضة والتدبير الوقائية بعد تمديد العمل بالحجر الصحي من الحادي عشر ليلا إلى غاية الخامسة صباحا لمدة خمسة عشر يوما إلى الأخبار المحلية ونستهلها بجانب من الاحتفالات الرسمية بذكرى ثورة تحريرية النوفمبارية المباركة بولاية غلزان التغطية لها زميل عمر بن عيش التغطية لها زميل عمر بن 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 عمر المترجم للقناة المترجم للقناة إياك نعبد وإياك نستعيد إهدئ السراط ومستقيم السراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والطالين صدق الله العظيم اللهم ارحم شهداءنا الأبرار إلى ولاية خنشلا أين تم الإمضاء على اتفاقية عمل بين مدريتي المجاهدين والتكوين المهني لترتيخ الذاكرة التاريخية الاتفاقية ضمنت مجموعة من النقاط المهمة في مختلف النشاطات الخاصة بالأعياد الوطنية تفاصيل أكثر في ميكروفون الزميل كامل جغلال سيتم إمضاء اتفاقية عمل بين مدريتي المجاهدين لترتيخ الذاكرة بطبيعة الاتفاقية تدخل ضمنها اتفاقية اللهم بين مجسارة عيد وهي ضمنت مجموعة من النقاط في مختلف النشاطات يعني في عيادة وطنية كذلك في تدخلات يقوم بها قطعة المهدي من تنظيف وتسهين وعلى المقابر الشهداء وغيرها في الكثير من برامج اللي راح تجمعها في مدريتي المجاهدين هذه الثورة التي قادها ثلة من شباب الجزائر وهم صغر السن في ذلك اليوم الغر بالفاتح لنظيفة المجاهدة هنا بخنشلة الشهيد الرمز عبد الصغرور واربعون نفر منه بعيد السيلان قادوا معركة نظارية الداعة كقوة حافظة وستغلين بذلك المقابلة الرياضية التي كانت تعيشها الدينة خنشلة بين فريق السياسي وصنطين لماذا نقول في هذه المناسبة العظيمة وخنشلة الثورة وخنشلة التاريخ وخنشلة المجاهدة فعلا عظمة الثورة تتكمنوا في هذه الديار عظمة الثورة في هذه الأرض الطيبة ونقام برادة مجاهدة وكانت العملية قبل كانت استعمار وقتل إجدادنا ووالدينا وخرب البلاد وخليها لي وليوم الله الحمد لله أنتنا عموا في الاستخدام رب يصلح لبابنا وملادنا ومسا الله وفي اليوم قدرنا كشباب جزائرية بمناسبة في الأول نومبر نحن نحن نصر ويبعض المجاهدين نترحب على الشهداء على الأبرار ونقام بإنشاء الله نرحب لانتخابات دو سيوم في إرساعة جزائرية ويجازائرية أشرف الوالي سيد الرمشي محمد أمين اليوم على إعادة دفن رفات سبع شهداء وتتشيني مدرسة ابتدائية وتوسيع كراسي لتلميذ ذوي الاحتياجات الخاصة التقرير من إعداد الزميل خالد فدان اللهم ارحم شهداءنا الأبرار اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وجزهم عنا وعن أمتهم وعن وطنهم خير الجزاء وأوفاه اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وبلاء ومكروف اللهم اجعل بلدنا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ونحن أيها الجمهة جمعوا الكريم نقف على عتبة يوم عظيم من أيام الله هو أول من نوفمبر لا ننسى جميع شهدائنا فاللهم ارحم شهداءنا الأبرار على مر التاريخ اللهم ارحم شهداءنا كما لا ننسى ونحن نقف في هذه الساعة العظيمة الشريفة أن ندعو بالشفاء العاجل لرئيس الدولة فاللهم اشفيه اللهم اشفيه شفاء عاجلا غير آجل آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مات السبعة وخمسين وكان هذي السيد يعمل من نسينهم ساكين وكانش اللي ظاهر يذوين باللحق عليهم ظاهروا حاذو مات وانت وفي المستجدات الدولية أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وفريق عملها المختصة عن نجاحها في حل أزمة العالقين في الجزائر من أبناء شعبها من قطاع غزة وذلك بتوجيهات مباشرة منها الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتية ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي تقدم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر بتهنه لشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستادسة والستين لانتلاع الثورة التحريرية المجيدة وجاء في رئيسالة التهنئة التي نشرتها السفارة على صفحتها بالفيسبوك يتقدم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر بالأصلاع النفسي وبنيابة عن جميع أعضاء السفارة بأخلص التهن وأطيب التمنيات للحكومة الجزائرية والشعب الجزائري ويتمنى لكم مزيدا من السعادة والصحة والازدهار وعيدا سعيدا وبهذه المناسبة التاريخية العظيمة يتقدم فريق قناة الأنيسة الفضائية بتهنه الخالصة لكل الشعب الجزائري بالداخل والخارج متمنيين الصلاحة والفلاحة للبلاد والعباد إلى هنا نصل إلى ختم مستجدات هذا العدد متابعة طيبة لبقية فقرات الأنيس ديلي رفقة الزميل محمد الأمين الأندلسي للقاء يلا أيضا مشاهدين العفاظ المتابعين الكاري مستمرين معكم في حصة الأنيس ديلي التاريخ اليوم 1 نوفمبر 2020 المصادف لذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة طبعا الحديث سيكون عن هذا الموضوع سنعود بكم إلى مقبل اندلاع ثورة التحرير الوطنية بالتحديد انطلاقا من عشرينيات القرن الماضي إلى غاية سنة 54 نتحدث عن الحركة الوطنية وتطوراتها والإرهاصات التي سبقتها وكيف نشأت هذه الحركة الوطنية اتجاهات الحركة الوطنية وكيف تطور المطلب الاستقلالي لهذه الحركة إلى غاية عشية اندلاع ثورة التحرير الوطنية للحديث أكثر في هذا الموضوع أسعد باستقبال معي اليوم الدكتور نجيب دكاني وهو أستاذ محاضر بجامعة خميس مليونة دكتور مرحبا بك معنا مرة أخرى مرحبا مرحبا بسم الله الرحيم قبل كل شيء وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشرف بهذا اللقاء التاني مع قناتكم سبق لي وأن تناولنا في مناسبة عيد الاستقلال كلا نلقاء وتجدد اللقاء مع اندلاع ثورة نظمبر المباركة هي فرصة طيبة وهي فرصة طيبة استرجاع أو على الأقل تذكير بتضحية أولئك الذين أوصلون إلى التمتع ونحن دائما لما نفتح موضوع مثل هكذا حتى نستلهم منها من هذا الماضي من الألام والأمان التي كانت في تلك المرحلة حتى نستطيع أن نكون حاضرين في حاضرنا وأن نبني المستقبل الذي نطمح إليه الحديث اليوم بالتحديد عن فترة زمانية استمرت تقريبا من 1919 إلى غاية الفاتح من نوفمبر أو عشية الفاتح من نوفمبر 50 نتحدث عن الحركة الوطنية وكيف حتى ظهر مصطلح الاستقلال كيف تطور كيف بدايته نحن نعلم أنه كان الاستعمار في تلك المرحلة ربما يحكم كل شيء ما فيش شيء اسمه تحرر ما فيش شيء اسمه استقلال كان يسعى الاستعمار إلا إذابة مجتمع الجزائري في الفرنسي وطمس كل الهوية طيب ما هي إرهاصات بداية هذه الحركة الوطنية لو تسمح لي فقط يعني أريد فقط تذكير بأن النشاط السياسي الجزائريين جاء بعد فترة مقاومة مسلحة ردت الفعل الأولى على الجزائريين على الاستعمار الفرنسي كانت مقاومة مسلحة شملت كل مناطق الجزائر المشكلة في هذه المقاومة شعبية مقاومة شعبية هذه المقاومة شعبية نقطة ضعفها أنها كانت محلية يعني مناطق محددة ما كاش إتصال فيما بيناتها واستطاع الاستعمار بقوته وبسياسته في يعني تقريبا القضاء عليها الوحيدة ولكن أبقت في الشعب الجزائري إرادة المقاومة واستمرت حتى 1916 مدى من تكلم عنها طورة مقاومة الأولاس مقاومة تقبلها في طرق سيرة مقاومة عينب السام 1916 و هذه الناس ما يعرفوها جبت بزاف إذن يعني بقى الشعب الجزائري شعب الجزائري في شعب الجزائري المقاومة أمام أمام سياسة استعمارية بشعة حبيت ملاحظة أوليا نبدأ بها الناس بزاف ما تعرفش معنى الاستعمار الاستيطاني الاستعمار الاستيطاني معناها اقتلاع جذور شعب بكامله من أرضه وإبداله بشعب جئ به ولنا في فلسطين أحسن مثال جئ به لجعل ذلك البلد وطنا لهؤلاء شذاذ الآفقة أو من نقلوا إلى تلك الأرض وأصبح أهلها عبارة عن أهالي أغراب يجرون وراء مصدر رزقهم الأمر خاطر جدا يعني الوضع كما يعني السياسة الاستعمارية سياسة خاطرة جدا وجهنمية ويكفي فقط في هذا المجال أننا الشعب الواحد الذي استطاع أن يقضي على استعمار استيطاني تقول لي كيفاش أعطيك الأدلة الأوروبيون عندما هاجروا إلى أمريكا وكانت سياسة استيطان ماذا حدث للسكاء الأصليين الهون ودو الحمر تم إبادته ثمانيين مليون هذه مصادر أوروبية تمانين مليون من هنود الحمر أبيده من الألسكا وكندا شاملا إلى أقصى الشيلي حاليا أرجنتين وشيلي في أمريكا الجنوبية كانت هذه القارة ملكة للهنود الحمر أبيده الآن عدد سكان الهنود الحمر في الولايات المتحدة واحد في المئة من مجموعة 320 مليون ناسمة عندنا النموذج الثاني أستراليا سكان الأصليون وبريجان هاجر إليه الأوروبيون وجعلوها وطنا لهم هؤلاء السكان اللي يبقوا وقبائل محلية معزولة في وسط أستراليا يعني يعانون من ظروف طبيعية قاسية وهذا هو النوع الاستعمار الذي عانت منه الجزائر ووجده ولذلك عندما تكلم على الثورة الجزائرية ويعني تروح البلدان يعني سورة الوطن العربي والمشرق العربي وحتى في آسيا وأمريكا لاتينا يقول لك احنا أعظم ثورة نعرفها في القرن العشرين هي الثورة الجزائر لأنه ليس من السبعين سنة تستمر يستمر شعب ثائر رغم كل هذه الظروف كل هذه الظروف ويعني الإمكانات الاستعمارية التي كانت متواجدة لدى فرنسا كقوة عسكرية إضافة إلى دعمها من طرف دول أوروبا وفيما بعد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لها بعد وكانت إمبراطورية فرنسا وإمبراطورية كانت إمبراطوريتين استعماريتين فرنسية هذا البرد فقط هذا الملاحظة باش نعرفه لهذه الشعلة على المقاومة وإن اختلفت أساليبها تبقى في صاميم الجزائرين وفي فئة من الجزائرين نحن تكلمون نفسه بالثورة بالثورة وما هي الوسيلة الأفضل لذلك حتى وصلنا للفترة اللي رأينا ندرسه فيها وإن كان موضوع يعني واسع جدا من الذي تغير يعني تقول الكثير المصادر أن شعب الجزائر ربما وصل إلى قناة بأن ثورات التي تحدثت عنها ربما لم تعد كافية خاصة في فرنسا فرضت الأمر الواقع هي قوة عالمية امبراطورية فأصبح التفكير في اتجاهات سياسية يعني هنا السؤال يقودنا إلى كما طرحت البداية الأولى للحركة الوضع كيفاش وصلنا من مقاومة مسلحة إلى مقاومة إلى مقاومة سياسية سلمية اللي راح تعود بينا وظاهريا ليس سهل لأنه واحد ثائر أسكريا ثم ينتقل إلى أولا عدنا سياسة القمعية الاستعمارية فرنسا لم تكتفي بتصفية زعماء المقاومة ومن شاركوا فيها وهنا يحضرني في الباضي رفقت ثورة الحاج المقراني تم إعدام ستألاف جزائري بعد المقاومة إعدام تهجير مئة ألف جزائري استيلاء ستألاف في هذا الوقت هي ملايينة نحن عدد المنطقة مئة الألاف على الأقل المنطقة تميح كما مصطيف مدجانة برج بوري ريج إلى البورا والمنطقة هذه الهضاب والاستيلاء على أخصب الأراضي مليون هكتر ومن باقوا بعد كما الشيخ الحداد وعائلة بومزراق وعائلة الحداد اللي كانوا دعي الروح إلى هذه المقاومة وإجداد فرنسا هؤلاء العناصر اللي نسميه احنا ناشيطة بالنسبة لفرنسا عناصر مخربة انفاتهم كالأسلوب آخر للقتل الباطئ هو النفي عدنا آلاف الجزائريين تم نفيهم إلى كاليدونيا الجديدة مع استحالة العودة كاليدونيا إلى الثاني من الكرة الأرضية كرة الأرضية 20 ألف كانت مسافة 6 أشهر عدد مسافة 6 أشهر ومن المستحيل أنها كانت تخرج من ثم كان موت باطئ ورهيب جدا وحتى أسلوب النقل فيه قتل قتل روح لمقاومة لدى الجزائريين السفن اللي كانوا ينقل فيها هؤلاء المنفيين أو الذين نوفوا وهو حكم إعدام يعني بالمفهوم صحي الكلمة كانوا يضعوا في أقفاص في أسفل السافنة قفص قفص ما يقدرش الإنسان يوقف فيه هي إيرادية تقول لي المسافة المدة اللي كانوا يقطعوها قريبا ثلث شهر باش يوصلوا ثلث شهر ثلث شهر ذهب ثلث شهر إيابا هات المسافة تصور أنت إنسان موضوع فيه زنزانة وإذا أراد أن يوقف لازم ما يقدرش تبقى على قاعدك يعني جالس إذا إلا وقفت توقف بسبب طبيعة القفص الذي وضع له يبقى الرقبة لتعك منحانية هكذا ما تقدرش توقف بجسدك والفكرة الفكرة المقصود معها يعني مع سبق الإسرار والتراصل أن هؤلاء الجزرين عندما يوصلوا إلى كاليدونيا تصبح العمود الفقاري التحمل تعوج بدرجة أنه لن يرفع رأسه من جديد وينظر للفرنسي في الوجهة أو يخاطبه بكل أداراته الجسمانية تصور هذاك أنك تبقى منحاني وفكرة الإنحينة هذه هي قتل إرادة الإنسان في أن يثور ضده فعلا الشاب الجزائري يعني أمر خاطر جدا فكيف تحول الأمر إلى الحركة الوطنية والبدايات عندنا إذا هذه نتحدث الآن عن الأمر الداخلية يعني نعم كيفاش انتقلنا إلى المقاومة السياسية الجامع يتفق بأن إذا تكلمنا عن المقاومة السياسية يعني عرائض كتابة عرائض المشاركة في الانتخابات الجرائض إنشاء جرائض والصحف مخاطبة جمعيات أحزاب عندنا أول شخص أول شخص وهذا حسب شهادة أستاذنا المرحم دكتور أبو القاسم سعد الله أن أول شخص يمكن أن يعتبر هو بداية الحركة الوطنية أو رائد الحركة الوطنية هو الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر واللي كان يعني بعدما جند في الحرب العالمية التانية وترقى إلى رتبة ناقيب باللغة كابيتان وشارك في الحرب العالمية مع ألاف عشرات الألاف الجزائيلي الذين جندوا وهذه أحد أسباب بداية هنا نبدأ ما يسمى بالوعي الوطني باش نتكلم عن المقاومة السياسية لازم نتكلم على وعي وطني ونتكلم على ناس يا إما عندهم مستوى ثقافي أو إما كسبوا أفكار من خلال احتكاك وهؤلاء المجندين بعدما انتقلوا إلى فرنسا وعاشوا في أورنيا نشارك في ساحة قتال في أوروبا لاحظوا هذه حرية التعبير ومفهوم المواطنة لدى هؤلاء وبدأت يطرحوا أسئلة على نفسهم ما دمنا نقاتل تحت نفس العالم والدفاع على نفس البلد لماذا لا نعامل مثل هؤلاء جاءت الفكرة يعني رب ضارة نافعة 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 بالنسبة لنا ولكن بالنسبة لفرنسي أصبحت موضلة الفكرة هي فكرة المساواة الأصل على الحركة الوطنية يبدأ فكرة المساواة مساواة بالجزائر والفرنسيين كما الأمير خالد لاحظ بأن الجندي الجزائري هو يقاتل في الصفوف الأمامية وهو أول أمن يسقط في ساحة القتال مقابل هذا ما عندهش حتى المقابل المادي ليس الاعتراف المعنى ولكن المقابل المادي ليه هو أجر الأجرات على الجندي الجزائري كان ثلاث مرات أقل من الأجرات على الجندي الفرنسي وما عندهش الأحاقية في أن يترقى في الرتبة العسكرية فهذا يعني الدم هذا الذي يموت أكثر من مئة ألف جزائري راحوز ضحية في هذه الحرب العالمية من بقوا على قيد الحياة تشبعوا بهذه الأفكار وكان أولوا بالأمير خالد يستغل فرصة الأمير خالد بسبب نشاطه ودعوته إلى المساواة بين جنود جزائري الفرنسيين وأصبح يمثل عامل اضطراب لدى السلطات الفرنسية دات له ملف طبي وأحيل على التقاعد المسبق هو كان إطار في الجيش الفرنسي هو كان ضابط في الجيش الفرنسي ضابط في الجيش الفرنسي وعنده مستوى جامعي دراسة جامعية درس في المشرق ودرس في دمشق ودرس أيضا في فرنسا عنده شهادة مزدوجة عنده فكرة وتكوين عربي إسلامي وتكوين أوروبي واخدام الأوروبي غير الإيجابية مع ربطه بهذا العامل وعطاله هذه القوة على التأثير فالأمير خالد رح يستغل فرصة بحقيقة فرنسا رح سلطة فرنسا تطارده تنفيه إلى الجزائر تنفيه إلى سوريا ديمشق نوفية عدة مرات بسبب هذا الناشط وكان نقطة الانطلاق هي العريضة للأمير خالد كان يؤمن بأن إذا لم يمكن التعامل مع فرنسا فهناك دولة من أنقذت فرنسا وهي الولايات المتحدة والولايات المتحدة بالنسبة للذاكرة الجزائرية عبارة عن حركة تحرر والجميع يعلم أن دايل جزائر في 1793 راسل الرئيس الأمريكي جورج واشنطن وأن الجزائر هي أول بلد يعترف بالولايات المتحدة الأمريكية وهذه المعاهدة موجودة في أرشيف تعبير خادم نشرت مؤخرا من السفارة الأمريكية وقدمتها السفيرة الأمريكية أعفوا وزيرة خارجية أمريكا كونداليتزا رئيس في عهد رئيس أوباما سلمتها يعني أعادتها للجزائر كعرفان بالجميل وموقف الجزائر فالأمير خالد الأمير خالد اعتمد على هذا ورسل نلسون تاريخ الأمريكي تاريخ الأمريكي بالنسبة للآن أن أمريكا تمثل فعلا حركة تحرر ضد استعمار بريطاني بين قوسين ومن جهة تانية هي أدرة بما يعانيه الشعوب تعمل المستعمارات وبالتالي الأمير خالد كتب العارضة معتمدا على المبادئ المعروفة مبادئ ويلسون ما هي فحو العارضة بالمختصر مختصر العارضة يشرح فيها باختصار أوضاع الجزائريين ومعانوه من الاستعمار ويطالب فيه بأن ينصف الجزائرون بعد تضحياتهم إلى جانب الديمقراطية وإلى جانب التحرر والقاضاء على القوات الدكتاتورية الأنظمة الدكتاتورية بأن يكون لهم الحق بأن يعيشوا أو يستفيدوا من أحد تلك المبادئ اللي هو وضع في رأس القائمة ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها يترك للجزائر الاختيار وكان يتضمن في الحقيقة بالدرجة فكرة أن الجزائرين يتلقاوا يتلقاوا في السلم الاجتماعي والاقتصادي إلى مستوى الفرنسيين كخطوة أولية يعني استقلال داخلي كان يبحث عن المساوات المساوات بالجزائرين والفرنسيين ولكن من وراءها عندما نحصل على المساوات يجي المطلب الثاني أنت هو المطالبة بتقرير المصير لأنك تكون في موقع قوة وعليش نقول لك هذه الكلمة لأن الأمير خالد الأمير خالد بعد ذلك في 26 رح يعين رئيس شرفي لنجم شمال إفريقيا اللي هو أول حزب رح يطالب بالاستقلال الجزائر طيب بعدما أعطى العريضة إلى نيلسون عدنا وجهة يعني قضية العريضة ذي وقع فيها وجهتي اختلاف وجهتي اختلاف كاين وجهة نظر تقول بأن العريضة لم تصل لم يتم إيصالها أو لم تصل إلى يد ويلسون إطلاقا المخابرات الفرنسية بعدما الأمير خالد يضحى في سكر إيطاريا تعالي المؤتمر على أساس أنها تسلم ما يسلم بطريقة مباشرة يعني قدمت على هامش مؤتمر في باريس مؤتمر باريس في باريس طبيعة الحال يمكن لي فرنسا أنها في أي لحظة تسح 1919 1919 جنودي يمكن لي فرنسا أن تسح في أي لحظة ولم تصل إلى ويلسون وهناك رأيه آخر يقول تم إيصالها إلى ويلسون ولكن ويلسون كانت له أولوية أخرى وكانت أكبر فكرة يدافع لها إنشاء عصبة الأمم بالنسبة لرئيس ويلسون هيئة الأمم حاليا هيئة اللي راح الآن يعني تخلفها هيئة الأمم كانت الفكرة الأساسية التي يريدها وإنشاء هيئة دولية راح يطلق عليها عصبة الأمم يكون دورها تفادي حرب مستقبلية ويلسون يوصف بأنه المثالي كان يؤمن بأن العالم لا بد أن يسوده السلم والأمن وأن يعني يكون هناك حل النزاعة بطرق سلمية فلذلك وضعها 14 مبدأ هي في الأصل مبادئ هذه العصبة أو هذه الهيئة وبرك بين قوسين يعني في الحقيقة كان يتعامل مع مع ذيوبة ومع ناس خباتها في سياسة لويد جورج تعب بريطانيا وكليمونسو تعبيرانسا ولكن بسبب وزن أمريكا لأنقذت أوروبا وحررتها كان يبقى باشي يسمعونه وعلى الأقل على الأقل يستجيبون لي المطلب هذا يعني حتى وكانوا مدينين مدينين لأمريكا التي أنقذتهم أمريكا هي التي أنقذتهم ودخول أمريكا الحرب مرتبط أيضا بقضية وعد بيلفور قضية خاطرة جدا أمريكا كانت فيه عزلة اليهود اللوبي الصهيوني في أمريكا لعب دور كبير أمريكا كان فيه سياسة العزلة كان المقابل المقابل تعد دخول أمريكا لأنها وقعت مساومة بين بريطانيا واليهود الحركة الصهيونية قال دفعونا أمريكا دخول الحرب نسلمو لكم ونعطي لكم إن شاء وطن نغلقوا الباجل هذا إذن ويلسون بعد قلت أنه ربما فيه تجاهين لم تصل لم تصل كانت عنده أولوية وصلت ولم يوقع لها الاستيجاب بعدها يعني كيف كان تأثير هذا البادرة يعني أولى إن صح التعبير أول لبناء في مصاري حركة وطنية هنا يا المطلب مدام فكرة لازم ننتقل إلى أن الأسباب التي أدت إلى يعني ضلورة هذا النشاط السياسي ما ننسوش بلي هناك عشرات الآلاف من العمال الجزاري ونقدرهم تقريبا 119 ألف تم نقلهم إلى فرنسا للعمل في المصانع الفرنسية هؤلاء رح ينشكلوا نواة المناظر الأوائي للحركة الوطنية والنشاط الكبير تعنا لتعال حركة الوطنية والبدايات الفعلية لما يسمى بالإتيجاهات السياسية رح تكون بالدرجة الأولى في فرنسا استغلالا للقوانين الفرنسية أولا أتقلش فرنسا تمنحهم لأنهم ينشطوا داخل فرنسا فسبح لهم ذلك بتشكيل أول حزب يطالب الاستقلال على نية وهو نجم شامال إفريقيا في 1926 ورح يتبعوا في فترة هذه فترة ما بين 19-39 يمكن في فترة 19-39 هذه شهدت ظهور ما يسمى بالإتيجاهات السياسية في الحركة الوطنية عندنا الإتيجاه الأول هذا اللي رح يدار هو إتيجاه الاستقلالي والإتيجاه الاستقلالي أبوه وزعيمه ميصالي الحاج وميصالي الحاج كان في فرنسا من بين هؤلاء العمال الجزائري اللي يشتغلوا في فرنسا وانشط حتى في فترة زمانية لأن فرنسا فيها بزاف عمل نقابات فرنسا كان فيها ناشط تعلياسار يعني الاشتراكين وشيوعين وكانوا تقريبا عندهم تأثير كبير وسط الطبقة العمالية والجزائريين احتكوا بهذا التجمع فأخذ هذا الوعي زاد الوعي هذا وهذا النظام ولكن ميصالي الحاج عرف كيفاش يعني يخرج من هذا المحاولة الحزب الشيوعي الفرنسي تحكم فيه وتوجيهه فنعزل وكان اتصالات مع التوانسا والمغاربة وكانت فكرة في 1926 تأسيس نجم شامل إفريقيا اللي كانوا في عمال جزائريين تونسي نمغارية وظهرت فكرة جديدة ليس فقط المطالبة باستقلال قطرية جزائر وإنما استقلال كل شامل إفريقيا يعني كانت البداية المساواة مع الأمير خالي المساواة مع الأمير خالي ثم هذا الاحتكاك مع الفرنسيين طبعا لو وردت فكرة الاستقلال احتكاك الجزائر ووجودهم في فرنسا وأن استغلال القواني الفرنسية في فرنسا سمحت لهم باش يعبروا على مطالبهم الحقيقية وكان ميلاد الاتجاه الاستقلالي وقلنا هو ناشط للعمال أيضا وجود صحافة حرة هناك نقدونك أحزاب هناك ديمقراطية هناك تنافس على السلطة هذه كلها تساهم في أن الإنسان يتأثر فتشكل النجم شامل إفريقيا اللي كان رئيسه الشرافي نعود نرجع الأمير خالد وهذا يؤكد فكرة يعني أنه كان يحمل في يعني في فكره قضية الاستقلال ولكن عن طريق المراحل وهنا يتلقى بزاف مع فرحة عباس كيف يعني تشابه كبير وإن كان توجه فرحة عباس لاقتصادي ليبيراري هناك اختلافات ولكن في نقطة الجزال واستقلال الجزال هناك فكرة المرحلية ثم عدنا في خمسة مايه الف وتسعمية وواحد وثلاثين يظهر أو تتشكل جمعية العلماء المسلمين الجزائرين جمعية العلماء المسلمين الجزائرين تأسد في نادي الترقي في الجزائر هذهك رح تستغل أقول وأكرر عندها بعد وطني ولكنها استغلت القوانين موجودة وتفادت في مرحلتها الأولى الخوض في الأمور السياسية في تأسيسها كان توجهها إصلاحي تعليمي وإصلاحي تعليمي عندما تتعلم شعب تواعيه وش رح يحدث الوعي باش يجي هو النشاط كله جمعية العلماء أو الجمعيات الأخرى والأحزاب كانت تنشط تحت القانون الفرنسي لازم تأخذ باية الاعتبار القانون الفرنسي أنها درع اللي ظهرت في الجزائر نجم شمال إفريقيا حتى وإن ظهر في فرنسا ولكن نحن بدأت الخطورة تظهر بالنسبة لفرنسا تم حله بقرار قضائي بعد يتعود يتغير يظهر باسم جديد حزب نجم شمال إفريقيا ثم يحل مرة ثانية وفي آخر المعطف وش يكون يعني أن الجزائرين استغلوا القانون الفرنسي استعمال طرق سياسية حسب ما تنص عليه القوانين ولكن حتى هذا اعتبر خطر لدى الفرنسيين عموما ولكن على خصوص السلطات الاستعمارية اللي كانت لا تتخذ قرار إلا تحت ضغط المستوطنين الفرنسي اللي نعود نرجع لهم ما يعرفون بأقدام السوداء لبيمو اللي كان عندهم تأثير كبير في توجه سياسات الجمهورية الفرنسية الثالثة والرابعة كان عندهم ستو الجمهورية الرابعة كان لهم تأثير عليها بسبب وزنهم كانوا يشتوا داخل الحزب الراديكالي الحزب الراديكالي الاشتراكي وهما في نفس الوقت أعضاء في البرلمان ويملكون جرائد وهم الذين أنشأوا الجرائد الكولونيالية في الجزائر مثل لا ديباش كوتيديان ولورور وغيرهم لا ديباش دو كونستانتين دورونغدا هاد الجرائد اللي كان نستعملوها كوسيلة ضغط على السلسة الفرنسية لكي لا يستجيبوا أو لا يغيرون الوضع القائم أنادر في هذا الجول كانت تنشط وكانت يعني تتعرض الحركة الوطنية وزعامة هي للاعتقال والنفي وباش نرجع النجم شمال إفريقيا مثال الحاج بعدما فرنسا ذاقت به ذرعا نفته إلى الجزائر وهنا كان الانتقال بعدما حلت النجم شمال إفريقيا نهائيا ونفيا إلى الجزائر راح يأسس حزب الشعب الجزائري لبيبيا ليحبل قبل نعود إلى نقطة جمعية العلماء المسلمين قبل أن نتحدث أكثر نتحدث عن نشأتها عن نشاطها وعن دورها في استمرار هذا النهج التحرري والنهج الوطني الإصلاحي جمعية العلماء المسلمين الجزائرين أسسها مجموعة من العلماء مجموعة من العلماء كانوا يجاهدون يجاهدون فرادة في مناطق المتواجدين فيها وكان دورهم على الخصوص تعليمي تثقيفي من خلال العمل على جعل الأجهة للصاعدة تبقى بتحكمة في اللغة العربية والدين الإسلامي منسوش الهجمة الاستعمارية على مقومة شعب الجزائري هنا تبان دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والعلماء اللي شكلوها وعلى رسم المرحوم عبد الحميد ابن باديس يعني اللي تقريبا كان يقضي 17-18 ساعة يوميا وهو يلقي في دوره ومحاضرات في شتة بيقعة الوطن ينشر هذا الوعي من خلال دفع الجزائريين إلى التمسك وهذا كله كان تحت أنظار السلطات الاستعمارية ولكن ما تقدرش تمنعه لأن السيد كان ما يخش في السياسة وكيما قلت لك وقعت له حادثة مع واني وهران أما ولي قسنطين اللي منعوا من دورس المساجد قالوا ما تقدرش تمنعني من الكلام لأنني أدرس وانا في المقاوة ودرس وانا في القيطار وملاحظة يعني عبد الحميد بن باديس توفى في عمر 51 سنة وتوفى بسبب يقوله الأغلب بسبب الجهد الكبير اللي بذلوا ومعطاش راحة للنفس وكانت أوقات النوم وكانت في القيطار ويتنقل من مدينة وعد سكان مدينة أخر بأنه جاء القنوان يعني توفي له ولد توفي له ولد ولم يحضر جانازاته دفنوا عمه لأنه كان مواعد نظن لسكان بسكرة ولا بأنه يركي درس عندهم تقدر تتصور هذه التضحية يعني جمعية العلماء المسلمين من الجزارين لا نعطي لها حقها حتى نبين دور اللي قامت به في التوعية وفي الحفاظ على مقويمة شعب جزري ومن تم هذا المحافظة على المقويمات هذا الفكرة الدين الإسلامي واللغرابي ثم الوعي والتقافة هي اللي تخلي الإيسان بعد ذلك فإن هذا هو السؤال يعني الأحزاب اللي جات من بعد وللجمعية التي واكبتها هل تشربت من معين جمعية العلماء المسلمين كان لها تأثير على مختلف الأحزاب أغلب المناضلين يعني جزء كبير من المناضلين إتجاه الاستقلالي كان عندهم توجه توجه إسلامي عربي إسلامي معناها من نفس المنبع بقى فقط الاختلاف في الأسلوب تعلن ناشاط وتبني إتجاه سياسي معنا إتجاه الاستقلالي واشنه الإتجاه الاستقلالي ما معنى الإتجاه الاستقلالي هو التحرر من الاستعمار واسترجاح مقويمة شعب الجزائري وبالتالي يمشي في نفس الإيطار ولكن من خلال اتخاذ مواقف سياسية اتخاذ مواقف سياسية والمطالبة ووضع برنامج سياسي فميصالي الحاج عندما تخل الجزائر 36 وأسس نجم شامل أعفوا أن أسس حزب الشعب الجزائري وقعت له حادثة في ملعب يعني ميصالي الحاج سبقات والسمعان تعو فلقى شعبي كبير في ملعب 20 أوت حاليا في بالوزدات وأمام جمرها كبير تخل ميصالي الحاج وهو طالع للمنصة رفع معاه يعني حفنة من التوراب وكانت سلطات استعمارية ورفحوا وقالوا هذه الأرض ليست للبيع عندنا الفكرة حتى التضحية والكفاح المسلة هذه الأرض ليست للبيع أي سنة هذه الحاديثة 36 37 قالوا هذه الأرض ليست للبيع فقد ضحى من أجلها جزائريون سالة دماء الجزائرين ومستعدين أن نضحي بها من أجل تحررها هادي هادي من ثم ميصالي الحاج هنا الخطر انتقل إلى الجزائر من ثم يلقى عليه القبض ويحاكم ويسجل وهذه الفكرة تعود تحيي إلى الجزائريين ولو جزء منهم فكرة العودة إلى أن فرنسا لن تستجيب بالمطالب السياسي وإنما تبقى دايما المقاومة المسلحة هي ومنسوش بلي فكرة الثورة أيضا كانت مرتبطة بميصالي الحاج وإن كان يختلف من بعد من سوف يتبنون الثورة المسلحة تفضل السؤال الذي ربما لا يتبادر إلى ذهني كل مرة أنه كيف استمرت هذه الجذوة يعني جذوة الاستقلال لدى الجزائريين أنا كما قلت في البداية أنه الاستعمار تطبق كل شي حتى يطمس هذه الهوية ينفي من ينفي ويؤدلج من يؤدلج ويذيب من يذيب فكيف كل مرة تستمر وتستمر يعني أولا كما قلت لك قبل ونذكر بعد الأسماء أسماء العلماء الجزائرين ذكره مبارك الميلي محمد العيد الخليفة أحمد توفيق المداني البشر الإبراهيمي هذو كل واحد الفكرة الأساسية أن الكاتاتيب الكاتاتيب في القرى والمداشر لم تغلق تبقوا مئات الجزائرين ومن يعملون في الظلاء إما تبقوا يدرسوا الأجيال ما تقدرش كل جزائرين يدلوا جندي إذن فكرة هذه هذه الفئة من المعلمين البساطة من أئمة المساجد من جزائرين كانوا دورهم كبير في توعيد هذه الأجيال كانوا ملاحظة هامة جدا نلاحظها بزاف عندما نشوف البلدان الإفريقية التي استعمرتها في فرنسا هذه البلدان فقدت لغتها تأخذها ملكو ديبوار مالي نيجر تشاط وش من اللغة اللي تسمحها اللغة الفرنسية ولكن ما قدرواش يحاربوا الإسلام الإسلام قامت واجد في هذه البلدان ولكن اللغة اللغة تحد الشعوب أصبحت لغة فرنسية هذا الأمر لم ينجح في الجزائر بسبب هذا الدور من الجزائر اللي كانوا هاجروا إلى المشرق العربي بعد الاحتلال عدت كبير منهم عودة رجعت ورجعت بأفكار وبجرائد وبصحف وبدأت تنشط عدنا أيضا إرسال طالب اللي كانوا يدرسوا في جامع الزيتون وبقى الارتباط بالمشرق العربي هذا أيضا ساهم في توعية تطور الأحداث العالمية أيضا وانتشار فكرة التحارل وحق الشعوب في تقرير مصر هذه أيضا ساهمت فيه بقاء هذه الفكرة يعني أنا شفت شارع تليفزيوني من قناة فرنسية عندما احتفلت فرنسا بالذكرة المئوية لاستقلال الجزائر الصحفي اللي يعلق قال لك اللي يسمع من يسمع للخطاب الرسمي يعتقد بأن الجزائر أصبحت فرنسية ولكن أن هذه الجزائر أصبحت فرنسية ليست إلا في عقول من يؤمنون في هذه الفكرة لأننا عندما نلاحظ الاحتفالة نلقى بأنه شعب مختلف عن فرنسا سواء في طقوسه أو في عادته أو في تقاليده أو في نظام الخيالة أو في لباسه أو في لغته قال يعني استغرب أن يقولوا الجزائر فرنسية ونربطه بين الحادثين احتفال فرنسا بذكرى المئوية لاستقلال الجزائر هي اللي دفعت وشجعت عبد الحميد بنوباديس والعلمة مجموعة العلماء إلى إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائرين في 531 وثلاثين جاءت كارد فعل على التكذيب ما تدعيه فرنسا بأن الجزائر أصبح جزء لي جزء جزء من فرنسا وبهذه النقطة بالثانية ماذا كنتم قلنا نهضروا على قضية الفكرة الاستعماري أمر خاطر جداً فرنسا بعد احتلالها الجزائر الفكرة في الأصل السؤال كان المطروح الباقة أو الخروج عملية التأديب أو الرجوع بعد أرسلت اللجنة إفريقية إلى الجزائر جاءت هذه اللجنة اللجنة يعني ظهرت بعض المناطق بعد أسابع والأسابع داروا التقرير قالك لا يمكن الخروج من هذا البلد لأننا طحنا في جنة وفي ناعيم وأصبحت الجزائر هي قلب الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية وباتش يبقى هم يتبعوا بزاق في الجانب القانوني وضيفت هذه المادة في الدستور فرنسا تعالى هذا كالفو 1844 تم رأت تمريرها على البرلمان وضيفت الدستور بيعتبر أن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا وأصبحت فلذلك الجزائر فرنسية حزبهم كين جوحنا يا ناشط جبهات تحرير الوطني ديبلوماسيا وكي ننقل قضية الأمم المتحدة كان أزمع لنا نثبت للمحكمة الأممية بأننا كنا دولة قبل فرنسا استولت عليهم جنرال ديبورمون الخطوة الأولى اللي دارها بعد احتلال الجزائر وبعد استيلام الداي حسين أول شي داروا جنرال ديبورمون اطلب الداي وريلوا الأرشيف بعد ما استولى على وداعي الخازينة اللي يقدروا هذا الوقت بخمسين مليون سرقة كبيرة خاصة بالجزائر أيضا قالوا اعطيني الأرشيف وريلي الأرشيف منه تشوف النية الخبيثة في قضية هذا المشروع البقاء للأبد فتم الاستيلة على هذا الأرشيف ونقل إلى فرنسا الآن موجود جزء كبير في اكس بروفنس يعني ما قبل الاحتلال الفرنسي وحبت تدخل في العالم بأن هذا البلد اكتشفت كما اكتشفت أمريكا فعند كريستوف كولومب في 1832 تسمح لي فقط هنا تسمح لي فقط فاليرجيس كارديس رئيس فرنسا زارتزار في 1974 وكي يستفز مشاعر الجزائرين في المعطار قال واحد العبارة قالهم صحافية لكلمة الترحيب قالوا ان فرنسا التاريخية الجزائر فرنسا العريقة في التاريخ فرنسا التاريخية تحيي الجزائر المستقلة بالنسبة له الجزائر كدولة ولدت في 1902 واتنين وستين مولد قاسم نايت بالقاسم هذه أحد الخش العباق راتع الجزائرين يعني كان وزير تقافة أنا داك يكتب كتاب يرد فيه على ميصا على فاليرجيس كارديستا سمه الدولة الجزائرية وهيبتها العالمية قبل 1832 ومن أرف في مجلدين يعني كان أرد ولا دي قعدنا احنا فارغ كبير في قضية فطرة دولة الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي أو ما يعرف بالفطرة العثمانية وده موضوع يمكن أن طيب حديثنا عن عن الحركة الوطنية واصلنا عن مصال الحاج ونشاطه مصال الحاج ذويقة أيما مذايقة ونفية أكثر من مرة و يعني أسس أكثر نصف حياته نصف حياته بين السجون والنفي نصف حياته عشر بعو سبع إنسانة كيف تطورت الحركة الوطنية مع مصال الحاج وكل هذا الدوامة يصح التعبير وكيف كان تأثيره يعني على جمعيات والأحزاب الأخرى يعني حتى يعني لا نوطن والموضوع مشوق ويطلب حلاقات نحاول اختصار يعني أسبق ليك أسبق وطرحت عليها سؤال على الاتجاهات السياسية في الحركة الوطنية نقدرنا نتكلمه على الاتجاهات السياسية كما هو معروف متعرفة الاتجاه الاستقلالي قلنا هو نجم شامال الفريقية ثم حزب الشعب ومعد ذلك حركة الانتصال الحرية الديمقراطية عدنا الاتجاه الإصلاحي التعليمي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعدنا أيضا ما كان يسمى بالاتجاه الاندماجي أو دعاة الجزائر الفرنسية ولكن مع المحافظة على مقاومة الشعب الجزائري وهو تجمع الجزائر الفرنسي وجسده شخصية فرحات عباس وعدنا الحزب الشيوعي الجزائري ليعمر أوزقان اللي كان فرع من فروع الحزب الشيوعي الفرنسي ثم في 1935 استقل عليه وعنده أيضا ناشاطه مجموعة مناظر هذه تقريبا الاتجاهة السياسية في الحركة الوطنية اللي حدث أنه عند اندلاع الحرب العالمية الثانية قبل اندلاعها فرنسا اتخذ قرار بوقف ناشاط جميع هذه الأحزاب واعتقال وين في؟ اعتقال يعني نحن نتحدث عن سنة 1945 رنع بين 1932 نفتع و30 تم وقف ناشاط جميع وحزب الشعب حلا نهائيا بأمر قضائي تجمع الجزائري فرنسي جمعية العلامة المسلمين الجزائري حزب الشيوعي وقف الناشاط ظروف حرب خوف استغلال الجزائري تلك الظروف ثورة على فرنسا رنف حال الطوارئ مكانش ناشاط لا تجمع حزب الشعب حلا بأمر قضائي واعتقال سجينة ميصالي الحج رنف في أثناء الحرب العالمية تانية وتحديدا في فيفري 43 لما خانتني شداك يلا 10 فرحة عباس يكتب ما يسمى ببيان الشعب الجزائري ببيان شعب الجزائري اللي هو أول محاولة لتوحيد مطالب الحركة الوطنية وفيها فيه فقط المطالبة بحكم داتي استقلال داتي للجزائري وبإنشاء برلامان تطبيقا للوعود التي جاءت بها أيضا جاء بها المثاق الأطلسي في 14 أوت و41 ما ننسوش باللي بعد ما حتلت الألمانيا وأوروبا وزحافة لا جاءت بريطانيا ودول أوروبا إلى النجدة من أمريكا يعني كان فيه ضروف خارجية ضروف دولية خارجية لمساعدة الكثير من زعماء الحركة الوطنية أنهم يعتمدوا عليها من أجل تصدير هكذا خطاب وينستون شيرتشيل عندما أصبحت بريطانيا مهددة أمام قوة الألماني لها في فرنسا شيء الوحيد اللي ينقذوا أنه يتوجه الأمريكا ويقنحها بالدخول إلى الحرب لأن أمريكا عودت رجعت للعزلة ويلسون حاول الخروج منها ولكن كيرح وفقوا له على إنشاء عصبات الأمم الكونغرس الأمريكي قالوا المهمة أنتها تنعودوا ونرجعوا للعزلة فعودوا ورجعوا للعزلة وهذه أحد أسباب فشل عصبة الأمم بعد تستغلها بريطانيا وفرنسا لفرض يعني توجهاتها ويبقى على هيمنتها ضيئ بعده في الوحد ورابعين اهتدوا إلى حيلة عودة إقناع أبناء المستعمارات للمشاركة في الحرب معانا مقابل اعطاهم الحق في تقرير الماصر فكانت 14 أشقود واحد ورابعين صدور المتاق الأطلسي ومه وبعد يجي نزول الحلفة في شامل إفريقيا تحديده في الجزائر في 8 نوفمبر في 1942 وهنا فرحة عباس ثقافته بتكوينه قال هاي فرصتنا لكي ندخل طرف ثالث في مواجهتنا مع فرنسا ولعدنا معها علاقات جيدة وهي الولايات المتحدة فاتصل بسافي الأمريكي اسمه توماس ميرفي لكي يقنعه بأن تقف أمريكا بالقبول بهذا بيان الشعب الجزائري اللي ما يطالش بالاستقلال التام وإنما يطالب تقريبا باستقلال داخلي توماس ميرفي قالوا هذا الأمر يتجاوزني والأمر بينكم وبين فرنسا ولا يمكن لنا أن تدخل في هذا الأمر وعندما تهدى الأوضع تمكن أن تدخله في مفاوضة يعني كما نقوله احنا رفض له الطالب بطريقة ديبلوماسية وهذا الموقف رح يبقى لدى الولايات المتحدة وحنشوفه بلي فارونك لان روزفلت بعد ما يشارك في مؤتمر دار البيضاء في 43 واربعين مؤتمر دار البيضاء اللي يحضره زعامة القيوة الكبرى وينستون شيرتشيل فارونك لان روزفلت وجوزيف ستالين باش ينسقوا فيه كيفاش يوجهه النازية كان وعد مالك المغرب محمد الخامس اللي كان تكلم مع فارونك لان روزفلت وعده أيضا بأنه بعد نهاية الحال وصيبه يدافع على مبدأ حق تقرار المعصير وخوصا أن المغرب وتونس ووضحهم ماشي كبالجزار كانت حماية ففكرة الاستيطان وأنها هي قطعة من فرنسا ما كانت موجودة يعني الوضع أسهل بالنسبة ولكن حتى هذا الأمر ارضاته فرنسا ورح تدفع البلدين اللي رح ينتبطوا عنده علاقة بتورا رح تدفع كل من تونس والمغرب إلى تبني الكفاء المسلح بسببين مختلفين تونس اغتيال فرحة الشهر يعني أنه ظروف تسارع ذات فرنسا تسارع ذات فرنسا تقريبا بأخور أعيوة قضية التدويل فرنسا كانت دايما تحاول يبقى القضية الجزيرة القضية الداخلية ولكن جات ظروف دفعتها أنها تصبح قضية خارجية وتخل فيها طرف قوي وقوي جدا ولابد أن يسمع له بسيح هذا الطرف القوي ثاني كانت له استراتيجيتها وأولويته أولويته هي مواجهة المعسكر الشويعي وليس دائم حق الشعوب في تقرير ما صير هذه الأمور ثاني يعني كنا نرجع بعد هذا البيان يعني يدل بأنه رغم القوانين فكان هناك ناشط وفي هذا البيان هذا البيان اللي وافق عليه ميصالي الحاج وافق عليه ميصالي الحاج وكانت له يعني هذا الشهادة من فرحة عباس عندما سئله قال له كيفاش تقبلت فرحة عباس أراد بأن ميصالي الحاج يوافق على البيان وإن كان يتعارض مع توجهته وما طالب لك الاستقلال هو هذا يطالب باستقلال داخل يعني حكم داتي قال له فرحة عباس شوف هذا الرجال كيفاش يعني مختلفين في التوجهات وفي التكوين ولكن الغاية وحدة قال له شوف نمضي معاك على البيان ما شيء لأنني باش نطيع زخم وتوافق على الإيفرنسا قاله نمضي معاك لأنني متأكد بالإيفرنسا رح ترفضه لك لأنك بالنسبة ليه رغم أنك لابس البذلة الآنقة ومثقف وجامعي تبقى أنانديجان قالوا بسحة نقول الكلمة يا فرحة قالوا كيف ترفض لك فرنسا البايا في هذه الحالة لا تبقى لك حجة وتولي معايا أو رح تبعني باش يولي المطلب تعلق الاستقلال تعناه والأقوى هو الحقيقة وفرحة عباس يقول لك هذه الشهادة شمعتها سمعتها من فرحة عباسة وهو على قيد الحياة قالهم يهدر على ميسا لهذه قالهم يهدر على ميسا لهذه قالهم يهدر على ميسا لهذه في هذه القضية وبعد نشوفه بلف الحقيقة يعني هذه تطورات الحركة تطورات والحركة الوطنية هي رجال ورجال هذو عندهم يعني كما يقول لك وزن خاص وطعثير خاص 45-8 مي مجازر المعروف أكثر من 45 الأرقام تقول 45 ألف ضحية نتيجة أنه جزائريين اعتقدوا فعلا أنهم سأخذون حريتهم كما وعدوا بعد الحرب العالمية لكن حدث ما حدث وهنا أعتقد كانت النقل الكبير والتحضير إلى المنظمة الخاصة سنة 47 سوف أحاول أجيز الفترة هذه بين 45 إلى 54 الوقت داهمنا يتفق يتفق أغلب المؤرخين أن هناك ثلاث أسباب رئيسية داخلية ساهمت بعيدا على الاستعمار السياسة القمع والسجن والإيهانة وقانون الانديجينا وقانون التجنيد والهيليار الاقتصادي والفقر والفقر والبؤس والشاقة يعني وقانون أرض المحروق والقربي الجزائري المهم الريف خلاص تولوا عليه المستوطنين ولو عندهم جزائري يعملوا عندهم كأبي ولمن ينتقلوا المدن يدوروا في الحواشي المدن وظهرت البيوت القصديرية ويضل حمال في الصم ما فيش مجتمع جزائري تقريبا نركزوك على أسباب ثلاثة صح فعلا مجازرة من ياما هي نقطة تحول مجازرة من ياما راح تحيي تحيي فكرة أن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة عسى أن تكرهوا شيئا وكان صدمة كبيرة لازم تكون صدمة وصدمة مات فيها مات فيها ممن دافعوا عن فرنسا ومن من قتل لهم أبناء في فرنسا رحمة الله عليهم جميع نعم جندت فرنسا للحرب العالمية الثانية ميتين ألف جندي ميتين ألف جزائري ميتين ألف هذه أرقام فرنسية راح تقوتي لتوفي منهم ميتين ألف دفاعا عن فرنسا شهادة للمؤرخي الأمريكي مؤرخي الأمريكي توفى ميتين ألف جزائري لا ميتة ألف قتلوا من جندا مئتي ألف نصف أربعمائة ألف من شمال إفريقيا تونس المغرب الجزائري منهم ميتين ألف جزائري مئة ألف ماتوا هذه بالأرقام الفرنسية هذه بالأرقام الفرنسية وعند كتاب في فرنسا دار ضجة صح ما ينظرش عليه وعند مؤرخ فرنسي من هذول كما يقول لك المؤرخي الموضوعيين قالوا وكان نجمد لك حتى في الفترة العثمانية زج مرات الجزائري رحوا دفاعا عن فرنسا في مواجهة غزو إسبانيا لفرنسا في عد شارل كينت ملك إمبراطور أوروبا في الفترة تستغربها تستغربها جزائريون جنود جزائريين انتقلوا إلى فرنسا تولوا مارسية ودافعوا إلى فرنسا المهم مجازر الثمانية ما يجاد فيه ظرف لعالم قاعد يحتافل والجزائريين شاركوا في هذه الحرب وشاركوا فيها أكثر من الفرنسيين يوم معلومة الجزائريين اللي ماتوا على فرنسا في الحرب العالمية أكثر من الفرنسيين اللي ماتوا على بلدهم نعم كان هم في الصف الأول شوف وأكبر جاريما ارتكبت في تضحية هؤلاء أنه أريد تمس هذه المساهمة الأمريكيين كينزلوا الجزائر ما كانوا شي يثيقوا في الفرنسيين وعلى شو قاعدنا إشكال تعرف حديثة تحطيم الأسطول الفرنسي في المرسل الكبير ديوغول عندما انتقل إلى فرنسا في جوان جوان ربعين وأسس حكومة فرنسا الحرة ودعا إلى الفرنسي المقاومة هو في لندن الجيش المستعمة الجيش البري والجوي مشى مع ديوغول القوات البحرية مشت مع حكومة فيشي العاملة لألمانيا الأمريكيين خوف من أن الأسطول هذا يقع في يد القوات الألمانية تم تدميره في المرسل الكبير سبتمبر ثم جاء نزول الحلفة في شمال إفريقيا فرنسا قامت بتجنيد عشرات لألف الجزائرين استعملتهم في حملتها على إيطاليا والنزول في سيقلية عندما شفت شجاعة تحمل إقدام كونت منهم فرق خاصة جزائرية مئة بالمئة مع الضباط أمريكيين تم إنزالهم في جنوب فرنسا في تولون في مرسيليا في نيس كل جنوب هذا حقيق للتاريخ وبمورخين أمريكيين كل جنوب فرنسا حرره الجنود الجزائريون كل جنوب فرنسا حتى المدينة بوردو الأمريكيين نزلوا في دانكارك كان اللقاء في باريس اللقاء كان في باريس الجنوب الفرنسي كل جنوب فرنسي حررته فرق جزائرية بنسبة مئة في المئة كيف نحقه الباريس الفرق الجزائري لمات مات والذي يجري حاج اللي يبقى وحيين وش دارت لهم فرنسا تعتيم تعتيم إعلامي راهيب جريمة للظاكرة التاريخية يعني شفرنسا الأرشيف حكاية الأرشيف خاطر جدا قامت بإدخالهم إلى ثكانات عسكرية وأغلقت عليهم ومن خرج يحتفل في باريس والمدن خرج فرنسيون كانوا ربما كانوا مجموعة من المقاومة ولكن أغلبهم لم يقاوموا لباس عسكري وخرجوا يحتفلوا مع الجنود وكأنهم هم الذين حرروا فرنسا عندما تشاهد المجاهد المجاهد تعالى هذه الأفلام الوثائقية لا تجد صورة لجندي جزائري واحد أو لفرقة جزائرية ساهمت في تحرير كل جنوب فرنسا وهذا عدد ولكن في جزائر اختلف مع مجازة 8 ياما احنا المشكل المشكل أن هذو اللي شاركوا وحروا فرنسا وتم اختيار يوم 8 ياما للاحتفال بين ألمانيا استسلمت في 7 ياما هو يوم الاحتفال في نهاية الحرب العالمية خرج الجزائريون يتظهروا كبقية البلدان كان تركيز في سطيف وقلمة وخراطة خصا سطيف بسبب تواجد نشاط كبير لفرحة عباس وعنده ثم كان عنده صيدالية وكان عايش ثم البشي الإبراهيمي كان ينشط يعني تقريبا كل زو عمل ذيها الشرقية سطيف قلمة خلاطة فكانت هذه المظاهرة المشهورة لـ 8 ياما والتي يتقدمها الشاب وزيد شعال اللي كان البروفوكاسيون اللي تؤدي إلى اشتعال الفاتيل على حقد المستوطنين ومعهم الجيش الفرنسي رفع العالم الجزائري فكانت المجزرة الفاتيل الفاتيل الذي أشعل النار فـ 5 8 ياما 45 وفاتيل التفكير في الاستقرال والثورة الملاحظة المجزرة بزاف ناس يعتقدوا بالإنهار واحد المجزرة استمرت 40 يوم 40 يوما وهم المستوطنين مستوطنين مسلحين تحت حماية الجيش والجنود الفرنسيين في بودن سطيف قلمة وخراطة وفي أريافي وانا شاركت في ملتقية حول 8 ياما وسمعت شهادات لمنعي 45 ألف في 60 يوم ما شاء في النهار في 40 يوم 40 يوم 40 يوم من المجازر 40 يوم من الفين والسافيل أمريكي كدر تقرر تعود تكلم على 15 ألف سافيل أمريكي بعد ما زار سطيف تكلم على 15 ألف سافيل أمريكي در تقرر الوزارة خارجية المجموعة لدينا 45 ألف ويبقى هذا الرقم حتى يمكن أنه يكون أكتر بوجود يعني مقابر جمعية 45 ألف شاهد و40 يوم من التقتل مقابر حتى صور وثقتهم فرنسا يخرج من المسكين من الخيمة يطلق عليه وثائق جريمة مع سبق الإسرار والترص بشي قتلوا أي فكرة للاستقلال الجزائري هذا التشهد طيب المشهد هذا هو هذا المشهد وش تقثير مجازر ثمانية شعب الجزائري وشنو التقثير ماذا جاء بعد شعب مجازر ثمانية ما يساهمت في زوج حواج مهمين جدا سهمت أولا في أن الجزائريين رغم اختلاف تجاهاتهم سياسية توحدوا حول مطلب واحد الاستقلال قال لكم ما بقيتش فيها لا إصلاح لا مساوات لا إليمان المطلب الواحد هو الاستقلال ما بقيتش لا يمكن تعيوش مع فرنسا النقطة التانية والمهمة جدا أن ما جازرت من يامي أقنعت فئة لنقول فئة من الجزائرية فئة ثورية بأن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة وبدأت فكرة الكفاح المسلح فرنسا بعد هذا المجازر يعني تطورت فكرة مساوات استقلال كفاح المسلح فرنسا بعد هذا المجازر ثاني قامت باعتقال آلاف الجزائريين آلاف الجزائريين اعتقلوا يعني الأمر تغير اتجاه للجزائرين بما فيها فرحة عباس البحشي الإبراهيمي إقامة جبريا أو السجن ميصالي الحاج كان في السجن بعد ما لاحظ باللي ما كاش ردت فعل بعد المجازر ما كاش ردت فعل لدي الجزائريين يعني أمر غاري بربعين يوم من التقتل آه والتشنع بهم وما كاش ردت فعل لم يقتل فرنسي أوروبي واحد هاتك الهدوء فرنسا تخوفت من العاصفة اللي مورا محاولة اللي امتصاص الغضب لإدارة الاستعمالية في الجزائر أصدرت قرار العفو العام في تسعة مارس ستا وربعين ستا وربعين قرار العفو وأطلقت صارح المساجين السياسيين بما فيهم فرحة عباس بشير إبراهيمي وسمحت بعودة نشاط الأحزاب السياسية ولكن مع تغيير التسميات الوحيدة اللي متغير اسمها جمعية العلاماء ففرحة ميصال الحاج الحزب وكان ممنوع بأمر قادر يعني سمحت بعودة نشاط السياسية نشاط السياسية الأحزاب السياسية كما كانت قبل الحرب العالمية كما كانت قبل لكن الأكيد أنه قناعة الأحزاب السياسية تغيرت 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 الأولوية تغيرت فأول من يبادل هو فرحة عباس فرحة عباس في 17 أفريل ستوربعين يؤسس الاتحاد الديمقراطي للباية الجزائري لدما الاتحاد الديمقراطي للباية الجزائري يبقى متمسك بفكرة استقلال الداخلي وإنشاء برنامج جزائري برنامج اقتصالي واجتماعي في 2 نوفمبر مثال الحاج أي سنة ستوربعين ستوربعين هو اللي يبدأ فرحة عباس 15 أفريل ستوربعين أسس الاتحاد الديمقراطي للباية الجزائري يرفع مارا اطلب الاستقلال نحن ما يمناش الأمر التاع الداخلي ولا لأن بنسبة له الاستقلال خطوة داخلية ثم خارجي طيب مثالي الحاج يؤسس في 2 نوفمبر ستوربعين حركة الانتصار للحرية الديمقراطية الامتيالدي الجديد بقى محافظ على الأسم تحزم الشعب فكان كي يتلاقوا المناظرين ويفتحوا الجلسة يقولوا حزب الشعب حركة الانتصار ولكن لا تذكر في الوثائق الرسمية بسبب أن الاستعمار مانع استعمال كلمة حزب الشعب واش الجديد مجموعة الشباب الثوري داخل الحزب وعلى رأسهم محمد بالوزداد ومحمد بوظياف رحمة الله رحمة الله على الشهادة جميعا هاد المجموعة وتحت خصصا محمد بالوزداد وإلحاحه على ضرورة بداية الاستعداد لكفح المسلح وافق ميصالي الحاج على تأسيس المنظمة الخاصة السرية لوس وكانت في 15 فبري 47 ستبقى أمرها السري والمعرفة بوجودها يقتصر على أقلية على رسم ميصالي الحاج حتى لا يكتشف أمرها جمعية العلماء المسلمين الجزائرين عودت إلى نشاطها كما كان الأمل الإصلاحي وطربه ويكل شيء الآن دوك المطلب بتاع الجزائرين وخلاص هاي تعودت شكلة الحزاب ونطالبوكم سلميا كما كنا أصبح المطلب بتاع الجزائرين هو الاستقلال وتقرير الماصر لكن الأمر الجديد أنه فيه منظمة سرية الأمر الجديد منظمة سرية ترك لها أمر الاستعداد للكفاح المسلة التجنيد من شروط التجنيد أنهم لا يكون يقل على 20 سنة ويكون مهوش متزوج حتى ما يكونش عندهم ارتباطة عائلية فكان أمر يعني ترك لهاد العناصر اللي نعرفوها القيادة هادوك اللي نعرفوهم مصطفى بن بولعيد ديدوش موراد العربي بن مهيدي محمد بودياف هادو المجموعة حسين آيد أحمد أحمد بن بلا هادو ترك لهم حرية التجنيد ولكن بعد ما التأهدد من الشخص يعني يتشكيل خلايا أمر السلاح أنا نذكر لك شهادة يعني باش نعود ننسى الفكرة هذه أمر التسليح هذه سمعت شهادة محمد بودياف الله يرحمه وعنده واحد في شارية وثائق رائع جدا راهو في تليفزيون الجزائري واسمه من منابع أول نوفمبر هادو شهادة يعني جزء منها كان المصدر الأول تجميع سلاح الموجود عن الجزائرين إما بشيرائه أو بأن يقدم لهم هذه يعني بنادق صيد بنادق صيد في أغلب الأحيان المصدر الثاني كان ليبيا ومصر وعليش ليبيا ومصر لأنها وقعت فيها معارك في الحرب العالمية الثانية معاركة العالمين معاركة طبرق معاركة بنغازي وعدد كبير من الأسلحة الخفيفة المتوسطة بقعت في الصحاري كانوا هذه الوقت القوات البريطانية الأمريكية تلقى كثير من القبائل الرحال كانوا يصيبوا هذه الأسلحة ويخبيوا عندهم وعني ما ففرحة محمد بودياف قلت لك أن يتوجه يتوجه إلى الشرق الجزائري وبعد ينتقل إلى مدينة بسكرة وكان هناك يلقى أحد المجاهدي ليعرف طريق صحراوي يحب طوحتين ليبيا الحدود معروف بعد ذلك الشرية الحدود مع دبداب قالوا ندخلوا إلى ليبيا باستعمال دواب كوسيلة النقل قالوا ندخلوا معنا مبلغ مالي لي جمعناه في الجزائر جمعة المنظمة الخاصة إما عن طريق تبرعات وكان جزء من مساهمات المناظرين وإما عن طريق تبرعات أو إما عن طريق السطو على المراكز الفرنسية كما حدث مع باريد وهران ليقام بالسطو عليها أيد حمد وبنبلة وتم سرقة أخذ مبلغ ثلاث ملايين فقالوا هذك كنا نوصلوا هذك القبائل الصحراوية كن طلبوا منهم يعني كش ما عندهم سلاح أو لا يقدمون هذك السلاح قالوا كن جونا نعطوا لهم المبلغ يرفضوه يقول لهم من ينجل قال شغل أفهمني رسالة أنا نعلم بنا بهذا السلاح اللي واش رح يستعمل فدوه فكان يؤتى به ويتم إخفاؤه المنظمة السرية كم استمرت استمرت حتى 18 مارس 50 حيث اكتشف أمرها بوشايا عقدة وقعت حادثة في مدينة في السنوات ويتعمل ويتعمل وتنشط بقيادة بالوزداد ولكن بالوزداد بعدما يعني اشتد عليه المرض بسبب حياة المطاردة والنوم برا كان أغلب أيام ويبتها في غابة صالون بي فأصيب بالسل وينقل إلى فرنسا ويتوفى فيها تم الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء يتولى قيادها بعد ويتحمدت ومن بعد يجيب من بالله وبعدها كي يكتشف أمر المنظمة الخاصة ويلقى القبض على أغلبية تحسس حيقة في الشرق الجزائري مجموعة الواسطة والغرب ما تقاستش ولكن دخلت في السرية خوفا من أن يلقى عليهم القبض وينتهي ناشاط الحركة الوطنية تذكر المصادر أعتذر الأستاذ تفضل المصادر الأستاذ أنه فعلا كان فيها قسام هل نتوقف يعني نتوقف عن هذا المطلب أم يجب أن نستمر وأعتقد كان بمبولعيد هو من أخذ المسؤولية هذه وذهب إلى فرنسا وناقش المناظرين ثم بعدها عاد وكان القرار أن تستمر علي محساسه فكيف كانت الفترة اللي بعد الخمسين إلى غاية ربعة وخمسين بعد الحمسين المحساسه المهم هذا يسموه في تاريخ يسموهم لاتجاه الثوري في الحركة الوطنية يعني من كانوا مقتنعين بفكرة الثورة ولا هدو نسميه وما هدو نسميه تسميه شخصية هدو أنا نسميهم كمشان حل كمشان حل نحلي من العسل كان واحد الماتل الشعبي تعالى نحبه بالمزاق يقول لك كمشان حل ولاش واري ذبان إذ كوريال يذكر في الكتاب بتاعه لغير دالجيري أنه عدد من فجروا الثورة يعني المجاهدين الحقيقيين يقدرهم ما بين سبعمائة وألف يعني أبناء أول نظمبر وخمسة يعني أبناء بلاح يلتحق فيها من بعد انت تقدر تصور بين سبعمائة وألف وثمان ملايين جزائري نقطة فيهم واحد صح لكن هدو الناس كان إيمانهم قوي بالله وإيمانهم بعادالة القضية التحرم وإيمانهم بالتضحية فمن وكم الفئاتين قليلة غالبت فئة كبيرة المهم الفترة اللي بعد الخمسين واكتشاف المنظمة الخاصة قبلها بملاحظة فرنسا رح تزيد تدفع الجزائري الدفع للثورة باللي ما تنتظروا والو بالمطالب السياسية ما هو الرد على مطلب الاستقلال في عشرين سبتمبر سبعة وربعين أصدرت فرنسا القانون الخاص للجزائر أو ما يسمى ب دستور الجزائر المادة الأولى فيه صفع للجزائري المادة الأولى تكفي ما نكرر ما راح لكش اللي موراها الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا قضت على كل أحلام هذه تجي من تأثيرها في تأثيرها المعناوي ودفعها للثورة كما ما جازرت من ياما يعني فرنسا كانت تدفع الجزائري دفعا للثورة تجي بعد الأزمة بعد اكتشاف أمن وضع تجي الأزمة الخطيرة اللي عصفت بأقوئ حزب سياسي اللي هو حرقة الانتصال حرية الديمقراطية وهو الانقسام اللي يوقع بين المركزيين والميصاليين وليفرنسا الدور كبير كبير في تشجيع هذا الانقسام المركزيون كانوا يؤمنون بفكرة الثورة ولو بعد حين ولكن مع مبدأ القيادة الجماعية في حالة غياب ميصالي الحجم لأن الجلح يتوفي السجن ولا في المنفى فحبوا يغيروا من قواني الحزب بأن تعطى صالحيات للجلح المركزية وهذا ما رفضه ميصالي الحجم واجتمع بالمناظرين تعوقعت في صائفة 53 ونادوا بأن هؤلاء إخوانا وخرجوا من منه وأن ميصالي الحجم وزعيمونا الفئة الكمش يتعنحل فئة الثوريين أعضاء من بقوا من منظمة خاصة وذكرت لي من بين أنشطهم مصطفى بن بولعيد لكن أيضا عندنا محمد بوذياف وعندنا دي دوشموراد وعندنا العربي بن مهيد هذه النوات الأولى وراح يلتحق بيهم بعد كريم بالقاس حاولوا يوفقوا بنا الجماعاتين رنف 53 وكين ظروف دولية لي رح تشجحهم على هذا التوجه كنت فكرت لك باللي في تونس نهاية 52 تشكلت مجموعة من المقاومة المسلحة منها كوموندوس وسمو فرحة حشات جاءت كارد تفعل على اغتيال فرنسا منظمة ليد الحمرة الإرهابية في تونس واغتياله لفرحة حشات في 5 ديسامبر اشتعلت المقاومة المسلحة في تونس في 20 أو 53 بسبب نفي الملك محمد الخامس في المغرب ومطالبته باستقلال المغرب ونفيه الجزيرة مدى غشقر انداعت ثورة المسلحة في المغرب الأخبار تتوارد من الهند الصينية بأن فرنسا تسد الخنق على فرنسا الحرب على أشد ومنها عشر آلاف الجزائريين لأرسلتهم فرنسا موجنادين منهم من عادوا نقلوا هذه الأخبار ولكن منهم من ألتحقوا بجبهة استقلال فيتنام الفيتمان هو حاربوا إلى جانب الفيتنامية ضد فرنسا وحتى تزوجوا في الفيتنام إبقى الحركة الوطنية قال لك هذه الفئة على الثوريين إرى نحن اللي إحنا اللي كنا في المقدمة وإرى نحن الأول نازم من يوقع الحادث أتجي قضية أننا بعدما حاولوا يوفقوا بين الطرفين انفصلوا عن المجموعاتين في 23 مارس 54 يأسوا اللجنة الثورية للوحدة والعمل وهي برنامج سياسي لجنة مؤقتة ثورية لأول مرة في تاريخ الحركة الوطنية نقوا كلمة ثورة معنا الفكرة التي حمثثورة هي رسالة في وسيلة إعلام للوحدة لتوحيد الجزائرين العمل هو الدخول في الكفاح المسلح ما نطولوش من المزاف يجي بعدها اجتماع مجموعة 22 في المدنية في صالونبي في منزل دريش إلياس في 25 جوان 1954 الاجتماع اللي ترأسه مصطفى بن بول عيد وفي هذا الاجتماع كان سؤال هو سؤال هو خلاص اتفاق بأي تاريخ بالتحديد 25 جوان 1954 اجتماع مجموعة 22 في المدنية في منزل المجاهد دريش إلياس تقرير خبس أشهر قبل نوفم اجتماع وتمه وترأس الاجتماع مصطفى بن بول عيد وكان متى تفجر الثورة متى الآن أصبحنا في متى؟ قانا متى كانت الفكرة مطروحة إما نفجرها قبل ما تنتهي سنة 54 وإما ننتظر 55 وقع اقتراع سري يقولوا بلي 17 إن واحد قالوا بلي تفجر باقتراع سرية الناس قاموا وافقين على الثورة بقال إيشكال فقط في متى؟ ماتى يقولوا 17 نفجرها قبل ما تنتهي 54 الاخرين قالوا من السنة 55 تم الاتفاق وتذكر المعصادين من من شاهدوا هذا الاجتماع أن أحد أكبر كان له تأثير بالكلمة لإلقاها سويداني بوجمع مما قالوا في هذا الاجتماع قالوا 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 إن إن هذا الشعب هذا الأرض راه كلها شي مليابس تنتظر فقط من يشعل الشعب الأولى فلنكون نحن البادرين فإذا اشتعلت الشعب رح يوصلنا هذه فكرة تعب أرمو الثورة للشرع شعلها الشعب يمشي لأن ما انفجروا هم أولاد الشعب وكان اختيار التاريخ هو أول نظمبر بما له رمزية كبيرة ودلالة قبل ما نوصل لك لهذا التاريخ نقول لك عليش خير وهذا النهار في الحقيقة يعني معروفة للسبب اختيار هذه اليوم إذن قلنا تم الموافقة على تفجير الثورة قبل نهاية 54 وطوري كان الأمر للمجموعة الخمسة المعروفة اللي رح يلتحك به من بعد كريم بالقاسم اللي ما حضرش هذا الاجتماع طيبة منهم يعني اتخاذ القرارات الماصرية فكان اجتماع أول ما حضرهش كريم بالقاسم وكريم بالقاسم كان عنده علاقة جيدة مع ميصالي الحاجم واتصل به محمد بوذياف بعد ما حضرش في الاجتماع الأول اللي كان متقرر في عشرة أكتوبر في الرئيس حميدو لابونت بيسكات كي ما حضرهش هو وجل الاجتماع الثاني ليلة 23-24 أكتوبر محمد بوذياف اتصل بكريم بالقاسم وقدر يوصل له وقنعه وقالوا رح نشوف ميصالي الحاج نجيبه معنا قالوا لا قنعته جبته معنا مليح لما قلوا رح وشاب اللي ميصالي حاس متمسك بفكرة أنه هو يقرر تفجير الثورة وأنه هو زعيم تاعه خلاص قال لك خلوه في بلاستو التحق بيوم كريم بالقاسم وكان اجتماع في 23-24 أكتوبر حيث اتخذ تلك القرارات المنصيرية تفجير الثورة يوم الاثنين أول نوفم تأسيس جبه التحرير الوطني جنع سياسي جيش التحرير الوطني جنع اسكري اسألتني على أول نوفمبر هذك النهار الفرنسيين يسموه يوم عيد القديسين وعدد كبير من الجنود الفرنسيين وضباطهم يكونوا يتمتعوا عندهم شغل كما نقولوا ويحتفلوا بالخمر وقدايا فتكون يعني يقضت الاستعمار ووجود الجنود في مراكز العسكرية نقصة بزافة وتزامن وهذه الصدفة من عند ربي سبحانه تزامن أنه طحف الاثنين وحنا نعرف برئة رسول عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين بسحة ما شيفه برامي نوفمبر باش ما يوقعش الخلق نعم نعم يعني تيمنوا بأن اليوم جاء برامي نوفمبر هو يعيد القديسين إذا حسبنا بالتاريخ تعلم ولكن جامعه أنه الاثنين فبالنسبة للجماعة يعني هذه باركة من عند ربي سبحانه أنه هذا اليوم اللي يحتفجر فيه الثور هو النفس اليوم الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين فكانت الانطلاق 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 أو الرصاصة من الأولاس الأشم كان صورة وحدة خرجوا الصباح تصوروا عند فوتوغراف صورة الوحيدة دحوا في ستة وافترقوا على أساس تفجير طورة هذه وكما يقول لك من المؤمنين أنا نحب نختم بهذه بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل هذا فقط وش نقدر نقول وما بدلوا تبديل كانت جولة شيقة جميلة في عمر من عمر الجزائر ربما هو تاريخ فاصل العشرين من العشرينات إلى غاية انطلاق الثورة تجولنا وإياك في عديد المراحل الفارقة في مستقبل الجزائر والتي كان لها أثر كبير على انطلاق الثورة ثم على الاستقلال إلى يومنا هذا بمعنى كان لها أثر كبير على الجزائر ككل وعلى مستقبل الجزائر أستاذ دكاني كنت معنا اليوم شكرا لك مرة أخر شكرا شكرا وللقاءات أخرى إن شاء الله نعم إذن مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام إذن مشاهدين الأفاضل الأنيس ديلي مستمرة معكم لكن بعد الفاصل إلى هنا مشاهدين متابعين لفاضل نصل وإياكم إلى طي أولاق عدد اليوم الأنيس ديلي متابعة طيبة لبقية برامجنا دمتم أوفية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر